رويداً رويداً تتجه تعز نحو وضع شبيه بالحديدة فالمفاوضات التي تجري برعاية أممية ودعم أمريكي تسير وطيرتها نحو تنفيذ مطالب الحوثيين الذين أبدوا مؤخراً رغبتهم بإخلاء مدينة تعز من القوات الحكومية مساء السادس من يوليو 2022 أعلنت ميليشيا الحوثي فتح طريق فرعي في محافظة تعز في خطوة قالت إنها تأتي لرفع معاناة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى إلا أن ذلك ظهر متعارضاً ورفضها فتح طريق رئيسياً إلى المدينة حيث اشترطت لرفع القيود عنه خروج القوات الحكومية من تعز طريق الستين الخمسين الذي أعلنت ميليشيا الحوثي فتحه يقع داخل المناطق التي تسيطر عليها ولا يستفيد منه أبناء مدينة تعز بينما ترفض الميليشيا فتح طريق الحوبان الذي يربط المدينة بعداً وبأب وصولاً إلى صنعاً اللافت أن مقترح المبعوث الأممي جروندبرغ الصادر في الثالث من يوليو الجاري تضمن كامل مطالب الحوثيين وتجاهل الطريق الرئيسي الذي نص عليه مقترحه الصادر في السادس من يوليو الماضي وهو ما دفع الوبد الحكومي المفاوض إلى إصدار بيان اعتراض استغرب فيه من عقد جروندبرغ اجتماعاً في الأردن دون حضور ممثلي الحكومة تتعامل ميليشيا الحوثي مع منافذ مدينة تعز كمناطق عسكرية من الصعب التفريط بها ولذا فهي بالنسبة لمحللين تسعى عبر مشاركتها بالتفاوض حول الطرق إلى الخروج بنتائج تشابه اتفاقات سوكولم التي وضعت فيتو على تحرير الحديدة وموانيها ثم أفضت إلى إخلاء قوات التحالف مواقعها من ريف المحافظة السؤال الأهم هل توقف الحكومة مشاركتها في السير على رمال المفاوضات المتحركة لصالح الحوثي؟ موسيقى